السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعي أولا وقبل بداية الحلقة نريد أن نشكر جميع المتابعين في القناة اشتركوا في الفيديو اشتركوا في الفيديو اشتركوا في القناة جزاكم الله خيرا والله يرحم لكم الوالدين ونبدأ الحلقة اليوم هذا شاب كان اسمه رعبيع مزوج مع ابنته اسمها انتصار والدين ابنته اسمها هيبا في عمرها عامين ابحلمك هذا رعبيع كان نحاضر من الوصول على مقربة من مدينة تيتوان وهنا في كي تكون نيت الخدمة دياله او المهنة دياله كان شفور ديال واحد ديال كاميو لنقل اسماك اما من مدينة تيتوان العريش او من العريش تيتوان او من تيتوان او من مدينة اخرى المهم هذه الخدمة دياله واحد نهار من نهارات ومع الصباح مجويه 11 شهر الصباح 11 هون صباح الماكل ساري الخدمة دياله حط الكاميو قدام الدار اطلع باش يستريح شوية اطلع ما كنقاش الزوجة دياله وما كنقاش بطابة الحال لانها بنتوان عامها يقال الواقع لمشارت صغط تقدام شاد الحانه وتمشارت عدم امها او 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 ايش حاجه لان امها كانت تكون غير قريبة الى ممتمعه مزيح دخل الريحة دخل البيتو واتكها شوية 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 تسمع احد الحوار و احد الهضرة و احد الكلام اللي هو ما عارفوش اول مرة غاد يسمعوه شوية من اللي قربوا يمشوا في حالاتهم يعني هما دخلوا غير قدان باب ما دخلوش للدار كاملا دخلوا غير قدان باب و ابقاهم جمعين داوين هذا الموضوع اللي كانوا داوين فيه بقاهم داوين فيه المهم هنا من اللي قاتل ابسلام ابسلامة ادخل ارجع ارجع دار باسه بحلة منتكي حلو نعس ما على بالوش امها انتصار مشات حالاته و اخواته مشاوه طلعت انتصار طلعت داخلات دار كتامه الكوزينة هنا هو اخرج فقال لي جيتي قال لي ارجع قبيلة المهم هنا اشنو دار انشاء تكعلي واحد الجنوية الكوزينة و كالا المرة مع الحيط و يستعد انه غري يدوز غري صفالها هنا يبدأ تغوت تغوتها تقوني و تقول روح و امي و ابا و كده 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 و اراكم عارفين الدروبة الشعبيين صعب يضغيط مع ذلك الغوات الناس تجمعوا جاءوا درالي جاءوا الشاباب جاءوا جاءوا كل شيطان كده تبعوا و بالتبع ليت تغضي الناس تحضر تغضلها من الشجم الكوزينة لم تكن لدي لدي امها و طلعته تغضلها و اخواتها خائنة كده كده هنا الشباب طولوا وطلعوا طلعوا مهم يعني بشي عتقوا البنت خطروا انه ومنيتي يدخلوا عليها الدار ولكن فضلتنا كان أرمى البنت البنت لقفوا شي ناس هنا شدوا سيطروا عليها ولكن من يعرفوا البنت سافرة طاحت مع المهم يديروا سافق المهم من على الشيطان بديرت حاجة فلاسك وتدرويش كده 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 احنا كان عرفوك ودرابي عصلا كان راجل مزيان وراجل خير هنا ايته واحد ما عارف علاش درابي عذا قدم على العامل علاش كان غادي قتل مراته يعني رأى محاولة قتل زوجة دياله ورمبا بنته من الشرجم البنت مسكينه غايته تغير في رجلة وصعبه كانوا عتقوا على الناس هنا انت اصار كما قلنا مشات قالتها لأمه جاءت أمه وجاءوا أخواتها بينما شي وحدين تكلفوا ومشاء وقالوها للعائلة دياله جاءوا أخواته جاءوا أخواته وطلقاوا مع الأم دين انتصاروا مع أخواته وتشبكات تماية يعني بلات واحدة مضاربة كبيرة هباطلي هم هذا كده وهذا جنوية في الدول الضربة هذي كان سيبته ما مات انتصار الضربة على اوذنها تغيرها لها وكان باقي قتلها باقي صفالها غير عتقوا شي ناس في آخر لحظة هنا كما قلنا وضعوا والبنات مع أخواته أولا تروينة كبيرة ما يهرب هذا ربيع يهرب البوليس أخذوا خبار وجاءوا تماية الدرب هنا البوليس كانوا سيطروا على الوضع وشدوا خواته انتصار وشدوا خواته ودوهم الكوميسارية بينما الام ديال انتصار ردوا السبطة لقى الالاجات الضرورية لأنه دينها طارت الله يحفظ والبنت يعني هي بقى بنت ربيع من انتصار يدوها للمستشفى لأنها كانت محتاجة في رجلية مزيان هنا كانوا خواته ربيع كانوا واحد جوجيات وكانوا صراحات وقويات وملفعتهم في الوضع وضربوا لي بواحد سلخة الخواته انتصار هنا يبدو جوجهم داروا شوهية طبية ولكن من بعد التاضح بأن هؤلاء خواته انتصار هؤلاء خواته انتصار هؤلاء خواته انتصار لأنهم كانوا مضروبات بزار بينما الاخرات لا يوجد شيئ هنا يبقى خط ربيع واحدة منهم واحدة اخرى كذلك يعني جوجات مشدودين عند البوليس وهذا ربيع هربان وقت وقلبوا إلى تار كامل والوالو الذي ربتك هو هذا الربيع وقال صاري خواته انتصارين في هذا المشدودين ونسلم نفسه وقلت باقسة براسه وسلم نفسه هنا يشدوه لأنها محاولة قتل حاول قتلها نسبته مضربة بها احدها كانت قتلها غير فكو الناس وكان بغير قتل مراته وقرام عرمى بنته من فوق يعني محاولة قتل هذا ماذا تقدموه العدلة؟ هنا الخواتات ربيعة وماية تلقى عليهم القبض لأنهم كانوا ضربوها البنات بزيف وكلوهم العصاء بالصحة بينما خواتات انتصار وانتصار لا تشدوا موال لأنهم معليم تشعج الحساب بتقيقات مهمنا نسرع لكم الخطة التي تحكمه خواتات ربيعة تحكمه بشهرين وشهرين للوحدة بينما هذا الربيعة تحكم بسبع سنين للحبس لأنهم كيفوا له بأنها جريمة محاولة القتل اكتباه تقتل السيدة غير فكوك الناس وصال مزيان ولكن ذا بأنا قلت الحكم الذي تحكم به هذا الربيعة ومع انتصار مراته وخواتاته وخواتاتها وكيف شتمت القاضية ولكن قد رجعه على هذا الموعيد بش يومين غير يومين فقط قبل ما توقع الفاجئة اللي عودت لكم دابا يومين وفي مدينة تاتوان هذا واحد البوليسي خدام تمه في مدينة تاتوان خدام وساكن تمه يلا تزوج تقريبني يلا شي عامين بحل ما كاك او لا عامين وش حاجات السنين باقي ما كاملاش الزواج دياله في مدينة تاتوان نيت هذا البوليسي عنده واحد خور هذا خور كيتكون في مدينة بعيدة لم يقرر هذا البوليسي بقي عازي بذلك الأخ يجي عنده في زيارة عادي يجي عنده مكين باس البوليسي يفرح به وكل شي هنا عيد البوليسي هذا كانت عنده واحد طموبيل دياله طموبيل الشخصية هو اللي انه عزيزي لي خوه وكل شي قال لي انت اخويا خوض الطموبيل لم يدور بيها في المدينة او تساري بيها وسير بيها على البحار وكذا كذا وكل ما يدور بيها بيها لانيو ما انتظار بيها في المرقوب يجي عنده اصبت حسي بك بخيرك طموبيل الشخصي ومن Britney يتواصل لس Jong-un اخبار يتواصل لأخيباء اخوه يمجحونه مع مراته مع مرات البوليسي هنا انت اصبت شوق احد اخوينا وقرر انه جي لهم كمين قالوا لصحابه لم يكن لديه شيء رسمي عن البوليس أو النيابة العامة لا، قالوا لغير صحابه البوليس و قرروا أنهم بحضورهم يمشي و باقتهم و ليس دوم عادي يسلمهم البوليس هنا صحاب البوليس قالوا لي أنه لا تقوم بشيء في رأسك و لا تقوم بشيء خيب و لا تقوم بشيء يسلمهم السلطات و تقوم بعملها قالوا لي أن هذا الشركة لا أستطيع أن أخسر حياتي لا يجب أن يتساهلون بشيء كانوا يمكين و هو صحابه و كانوا غير سيفيل و مع تقريبا لحضاش تعليل تقريبا جوية حضاش تعليل حي مكاك هذا الليل أو هذا النهار الذي قلت لكم هو نفسه نهار فلاش تخاصم هذا الربيع مع مراته و انتصار و زقل إقصر نسبته و زقل إقصر مراته و رمبنته من الشرجم هو نفسه نهار مزيان هنا يا أخي البوليسي قتاب أخوه و مراته يحتلقهم في جنب الراكوط و هم باركين في طاوة مبيل طاوة مبيل ديال البوليسي في واحد وضع ماشي لإهالي يعني يقال لهم شوف شوف أنا قد يمشينا للأولاني عن باقتهم عادتهم متبعوني مهم قالوا لي شوف ما تدرسيش حاجة البوليسي هم اللي قد يتكلفوا شيء قالوا يمصحاب كونه هانين هو البوليسي يهدر مع صحابه خلوه مشاق و كيف مشاق فتح الباب على أخوه و يجب الجنب و يعطيح طف 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 طيح طيح الارض مرات و غير شافت هذا الوضع هذا و يتهرب احتامات في ذوك البوليس اللي كانوا جيدين معه عطقوه فكوه من أخوه عطقوه في آخر اللحظات هنا يصاب في ذوك أسعاب البوليسي اللي عطقوه من أخوه و يخطيح أن يكون حسابه و يدخلوا معاقه و يوحيدون لديه المهم أن يتصلوا بالسلطات فتحاموا علي المكان و يدخلوا البوليسي لأنه ستحاول ان يقلقوا و يدخلوا الاخ سابقوه بلقى للجادة لانه ستحاول قتل و يدخلوا مرات البوليسي و يدخلوا مرات البوليسي يدخلوا كل شيء أصحاب البوليسي قلوا بأنها تسجد خيانة الزوجة وقررنا أن نتبعهم كما نحن نعلم أننا نحصل لهم ونعلموا البوليس ويأتي ونشدهم لأننا نشاهدنا العملية ولكنه قال لنا في آخر اللحظات أن يجب أن نتبعوني ونحن نهدر فيه نينا ونضرب السيد ونضرب أخوه ونقصل فيه أعتقنا في آخر اللحظات وأعتقنا المردية لأن البوليسي قام معتقل خوف في السبيطار ومتعتقل لها هنا هذه المرأة البوليسي نفات جملة وتفاصيلة بأنها رأى خيانة وإنما هذا السيد والأخ على البوليسي ما هو إلا بحل الأخ ديالها كان خرجه وكان سارى وكان ريحه هنا لكن لا يوجد شخص في الضلمة ومحضر الشيطان لا يوجد شخص في الضلمة ومحضر الشيطان لا يوجد شخص في الضلمة لأن البوليسي كما قلنا بحاول أقصد أخوه وبقاط المرأة أديل وبينما أخوه كما قلنا سابقا سأصبغا اليوم موالي مباشرة يعني اليوم هذا البوليسي قللت المشكل مع أخوه أمراته مع الصباح واحد جوش ناس كانوا ديزين أعظام أقربة من البلاثة لحصل فعل بوليسي أخوه أمراته يعني فين كانوا حطين الطنوبيل تم ريح داقل واحد شوية بشيء أمطار ليق قليلة بزيف هنا أشنو قد تلقى واحد جوش شباب كانوا ديزين مثل ما غير صدفاته ديزين غضيبين لمحد السيد بحل دوك المتشردين سكيري اللي تلقى في الصباح ناسين مزنقة وليش هاجة واحد قال صاحبه وقال صاحبه أخير شو سكيري وقال يشوف باس مقلوبه وليش هاجة قلل لا السيد وقال ليش هاجة قرب وحده أما يلقى في السيد مقتول وفي الانيت احده بزاف مشروبات كحولية وحده القعرو وشي مياكلة ماء في الأول هم اظنوا انه غير شي سكيري متشرد ولكن من اللي يقرب وحده وفعلا انه سكيري سيكون ولكن مقتول جوش هاميدة تخلعوا بشو علمه البوليس البوليس نتاقل العي المكان يالله البارح بجاتهم القاعدية البوليسي ومبراته أخوه وده بس سيد مقتول جوش هاميدة هذا البلاسة في كانت طنبيل واقفة مازيال هي هديك تعلمات نيابة الأمام جاءت فرقة شرطة غضائية جاءت فرقة شرطة علمية أو دول معاينة الأولى أول حاجة اكتشفها بأنه فعلا ان هذا هو مطرح الجريمة يعني السيد تقتل هنا هنا وحده الباركة تعديمه لأنه كانت طعنات ومعاينة شرطة علمية الطريقة للقتل ومعاينة شرطة علمية طريقة انتقام وصفية حسابات لأن السيد سكيري أصلاً لا يترك أو لا الله أهلم ولكنه أخي يكون سكيراً في طاردنا تلك المريحة مع سهراناً وماذا سيطلب الكملاء وتعطيها الناس كما قلنا لقاءوا مشروبات كحولية لقاءوا علب ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات لأنك تشكل دلائل المادية نزل من عليهم البصامات شرطة علمية ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات ومعاينة بصدرات الهوية السيد المتوفي السيد هذا السيد خارج تقريباً بشي سيمانة أسبوع أسبوع وشي حاجة باش خارج من الحبس يلا كان دوز سبع سنين دي الحبس ومعروف هات السيدة اسم ديلو نوردين هاد نوردين كان معروف ثم ما في الحي قبل ما يتشد دقعة ودرب هاتك سبع سنين كان معروف بالعربدة ديالو السكف العلاني والالتداء على البنات وقريساج ووهم اللي يخرج عو تاني ارجع اين فو اخرج من الحبس هاتك النهار تقريباً نمشى ديركتو مول بيسري وشرا الشراب وبداعه تاني العربدة يعني نفس الحالة باقي فيها والحساب المعاينات اللي قاموا بها يعني الشرطة العلمية مع الشرطة قلائية والأبحثات والتحريات اللي دارو على نتاق واسع صار حنخدمهم زيان البوليس فات القادية باش يطيحوا القاتل في اسرع وقت من خلال الباصمات اولاً ومن خلال طبيب الشرعي ومن خلال تحريات اللي في المحيط ومن خلال الضحية والأماكن اللي يرسيادهم بزاف أولاً بعدها عرفوا بأن هذا النوردين آخر مكان تشاهد فيه هو هذا المحل البوكاديو يعني صندويتشات شاهد فيه تماماية مع تقريب هذه العشية تمانية ونص تمانية ونص هذا التوقيع التقريب اللي شاهدوه الناس هم البوكاديو معروف ما في المنطقة كيف يبيع الماكلة قال لي موضي رجع عندي مع جوانية وشي حاجة مقاش عقل بالضبط وارخضها من عندي ثلاثة ديال الصندويتش قال لي جوج ديولي دير فيه مقدة وقدة وقال لي مو أحضر اسماعيل ركز عرفت اسماعيل شنو كي ياخد اسماعيل معروف وهذا مو المحال كي يعرف اسماعيل وكيتقدم عنده ديما شنو كي يبغي يعني دير فيدك شنو كي يبغي هو هاتش يش كي يعني كي يعني بأن اللي كان ما هو اسماعيل ولي كي أكد الحضرة سعى مور بوكاديو وكي أكد الحضرة سعى الناس قالوا بأنه آخر واحد هو الماكلة فعلا يتلقاه بقايات على الماكلة وبقايات على الصندويتشات في مسرح الجريمة مازيان هنا يطباب شرق ما قالوا ؟ هذا السيدة بعدها كان في حالة التامعة جدا متقدم السيدة ومتناول حبوبة مهلوية ومعرفتش نو دير وعرفتش حالة طعنات 35 طعنات يعني شرطان المياه من العينات المرة اللوله يعني تواجأت ومعرفتش حالة طعنات ومعرفتش حالة طعنات السيدة حقود لي 1 درجة كبيرة هنا يقدر يحدد طبيب شرعي 35 طعنات وقال لي هده السيدة هذا يعني هده نورتي سوف تقتل معجوي يعني الزمن تقريبية على الوفاة ديالو معجوي هده العشرة وشي حاجة تعلق مزين هده والزمن تقريبية على الوفاة ديالو كما قلنا مسرح جريمة هو هده هنا ده برجع البصامات البصامات لي رفعهم البوليس من علا القنينات ديال الكحول ومن علاق العلبة والسجائر ومن علاق شد خربية التماية تبينوا بأنهم دول الضحية أولا وديروا حال شخص الاسم ديالو اسماعيل هو نفسه اسماعيل اللي معروف في الحال اسماعيل كيف يخفاش على البوليس تهوي تأوّر اسكايري ومدوز الحابس وكذا مشاولي 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 قالوا دبا ما فيهاش اسماعيل ولقيت القول اللي كان معاه ويصفاه له يا وسي اسماعيل من اللي مشاول يقلبه ليه ألقاه مكينش أهراب في مشاق الله أعلم داروا لي واحد مذكرة ديال البحث هنا البوليس بما أنهم يعني لقاوا الجتة تعد نورطي الله يرحمه على مقربة من البلاسة فين كانت واقفة طنوبيل وفيها أخو البوليس وفيها مرات البوليسي والبوليسي يجا كما قلنا ويحاول أقتل أخوه ومراته حرباته يعني أحداها يعني بنياتهم بزعب غير شئ أمطار ليها قليلة بزعب يعني الجريمة إلا تم مات في نفس الليلة غادي يكونوا شافوا وش حاجة وفيها الأخ تحديد البوليسي يرافكوه ومشاهده عند أمارات البوليسي يقول لأنتي هذه الليلة ملكتب مع ذلك السي حينما أننا نذهب لك لك على القيامة مع ذلك غير ذلك اللحظة ملكتب مع ذلك ومش سمعت صوت وصداع سمعت شي حاجة قال لي لا تفكري مزيان تفكري مزيان لأن الجريمة المقتل تعدك نورطي الله يرحمه كانت مع جويل عشرة عشرة أو شي حاجة وانتي ما جاء عندك راجلك باغتكم انتي وخوه قال لي حتى الحداش على الليل وزقي معنا شوية قاد كتتتفكر تفكر تفكر يقول لي بس صحنيت واحد اللحظة راني سمعت شي سداعش بالبالة أنا قل شي سكايرية مايا يدبر رؤوسهم وحد اللحظة كان سمعهم بحلام دابزين وغير الضلمة مكانش كيبال يمزيان خاصنة مشي حداهم عادي من بعيد كان سمع شي صوت يقول لي منع الشيطان أنا مراد لا مراد لا ما تقتلوش مراد لا ماشي فعيل هذي غير بحلمة مراد مراد ما هو مراد الله أعلم لا أعلم غير قتلهم أنا أشنو سمعت ولكن البصامة اللي طلعوا لنا هذه اسماعيل ماشي دول مراد شكونا المراد عيوم يقلبوا لي ما عارفوش شكونا هو هناك ما قلنا لك اسماعيل باقي المذكرة تلبحت عليهم مستمرة ليس لديه والدية لديه ومن خلال تحريط البوليس مع أفراد عائل كيف يكتشون اسماعيل هرب السبتة كان يدخل السبتة بزاف أبقى تقريبا رابقة شهر هو غابر لا يدخل يعني تعلمات الاب الديوان وتعلم كل شيء وإلى دخل مثلا سوف يتلقى علي القابل لأنه يخرج باستفاق عنه بسائل مزيان لأنه حرب لكساعة ما كان يتوقعينه سوف يدخل السبتة من وراء الجريمة مباشرة ولكن لماذا حرب إلا إذا كان هو القاتل مزيان هناك ما قلنا دازة ما حرب سوف يتوقع أخوه سوف يتوقع بأن أخوه سوف يدخل التراب الوطنية سوف يدخل المغرب ولكن أخوه يدخل مباشرة في الجريمة قتل لماذا يحرب من السبتة؟ لماذا كان مزبال أخوه كان خدام وحدين أخوه 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 لماذا يتوقع لأنه يتوقع لأنه يتوقع لذلك قرر أن يدخل أخوه أخوه بصفة قانونية أخوه 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 في القول القبض عايته على الشرطة القضائية أعتقل أهتوجق أجل السماعيل أنت أحرابتين بعد قتلتين هذا النور كيف تقول فالقادية؟ تقلت غير عنها لا أعرف كل شيء أكد بأنك أخوه ما كنتم هو مراد أخوه 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 كان مريحا وضعتنا وضعتنا وأخوه وأخوه وغير أخوه 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 وقال على الشيطان وقال صوت اللي سمعت اللي بنت مرات البوليسي من اللي كانت مع أخوه البوليسي عرضي اسماعيل قلت لي لا 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 ساعة هو قتله قال لي لا وهذا حساب قديم أنا خاصين نصفع لي لا هدخوني حدا ما كيستهل شي يعيش هذا خاصه الموت بدك يضرب فيه أنا عرفت هذا الشي اللي قال لي انت من اللي عرفتي أن أخونا هو قتله وقال لي ما خفت خفت سنة نجبد وصعف ولكن من اللي وقال لي مشاكل في السبتة وكذا قلت لي ما بدهاش اندخل ولي كين كين هاتشي اللي كين مزيان بقاوش هاد دين هاد اسماعيل قدر يكون كداب مشاو جابوا هاد موراد طبي الحركة عرفوا اسماعيل قال لي هم فينا هو في كيسكون وكذا كذا مشاو اعتقلوا مباشرة قاو مازال مريح في دارهم وعارب ان اسماعيل هرب السبتة قال صارفته واحد ما غدي يعرفني هادي قرقبوا لي على السن موراد اجابه الكوميسارية يقول لي شوف انت لك ثلتي هادك نور دي الله يرحم حنا عرفناك بانك انت لك ثلتي عادنا الشاهد لكي اكدت لهذه ومن غير الشاهد عادنا استيدة اسمات الشاهد وكينتقب الاسم ديالك وهي ما كتعرفت اشي واحد فيكم وبالتالي انتموا الفعلة نبقى كيدور في عيني اهواء تعرف اشنو قال لي هنا غدي نحن رابطو ما بالقسة اللولة القسة التانية هادي موراد هادي موراد هادي موراد هو الاخ تاع هاديك انتصار موراة ترابية اللي يقولنا حاول اقتلاقها هي والام ديالها ارمى بنتو من شارجب فوق موراة ترابية خون انتصار اه مزيان ولكن شنو علاقت هاد موراد خون انتصار بهد نور دين قال لي هاد موراد قال لي انا كان في عمره تقريبا واحد ال 11 عام 11 عام تقريبا اختي انتصار كان في عمرها 18 عام يعني ايا في عاشية مراحقة كنت غادي ناويه هادي ناويه هادي ناويه هادي واحد البلاسة اللي يشويه خاليه ولكن تايدو زبنها ديما ما عليناش غادي تلقى علينا هاد هاد نور الدين هو كما قلنا كان عيربيد كان كي سكر كان كي اتادي الى البنات كان جريساج بزاف المهم اضرب هاد موراد ضربه واحد صرفيقه جراليه ادري صغير مشاق وشد البنت اخطافها ادها اعتاد عليها بالقوة ايو وصحافة طف حالاتها هنا مشارت ديكلارات بيه بطابة الحال وكذا 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 ساقه ايجا وشدوه البوليس يفاش حكم عليه بسبع سنين للحبس نظرا لانا وشد البنت صحة والتداليه وكذا وكذا احنا يقلي موضي في المحكامة النهرة كانت ماشية معي السيدة رافيتة 18 عام انا ما غررت بها مواله السيدة مشارت معي بكامل اراث دياله هو غير كذب انا بحكم ان كتصغير ومنقدرش ندافع على اختي قررت ان انتقم منه بأي طريقة ممكنة منورها بعامين منورها بعامين دابا هدو ماشي الاعترافات ديال الموراد هدو الاعترافات ديول انتصار وديول هذك رابية انا نخلط لكم كل شي الاعترافات فاعتراف واحد منورها بعامين يعني دارت 21 عام غد تعرفي على هذك رابية تعرفات على رابية موهم اعجبها اعجبات وتوالموا على الزواج اخطبها قبل ما تزوج به قبل ما تزوج به قبل ما تزوج به وحل المشكل مشكل يتعلق بكادا كادا كادا مهم كدبات عليه ما تزوج به قبل ما تزوج به قبل ما تزوجه موثرا كيف يرغب البنت قال هذا مشكلة ما تزوج به فهذا قادر يلقى الى الايد والدق ليس مشكلة يوجد ضوجها ولست بنيتها هذه البنيتها هي بال مهم هو تعطيش حالة ولست في كل فرص حال هنا بعيشة معذه الأمور هنا ترابيع عادة لمراته 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 يستقبل خويته أموره تكلم على خير و بخير وصل الأسبوع الذي يخرج فيه نوردين من سجن من ورق مسالة سبعة سنين للحبس طيب في الحالة الرابعة لم يهموه نوردين ولم يعرفوه أصلا هنا ساق الخبار عن انتصار العائلة لها وين نفس الأسبوع أو هذا النهار الذي ستقع فيه الفاجئة دخلات انتصار مع أمها ومع أخواتيتها ومن يحضروا بصوت عالي تنسيت بأن رجلة قدر يكون في الدار ومن يحضروا على المشكل قدام الباب ومكان وضيجة يحضروا فيه وكملوا فيه ونقول له هذا الرابع يجب أن يتصنط وين سأعرف بأن انتصار ضحكات عليه السيدة لم يوقع لها مشكلة الأول وإنما السيدة اعتاد على هذا العنف ورهد بها يخرج من السجن وعرفت كيف سابدعوته هنا أبقى في الحال بزيف سابدعوته ومن يدخلاتها ومن يدخلاتها لا تحبب سمعها هي أمها وخواتيتها وزيتي جنوية ونحن نتصف عليها لأنه حقدت عليها لماذا تسكذب عليه السيدة ومشكل ماشي واحد وانتناك عليها ومشكل طيبة من يدخلاتها ومن يدخلاتها ومن يدخلاتها ومن يدخلاتها ونحن نتكتل على تنسيبته لأنها ناكره وانتناك السيدة هذا هو سبب الخلاف في الانتصار أو ربيع لأنه عرف المشكلة لواقع في الانتصار أو نورتين الرجوع للمراد المراد قال لي من اللي عرفت أخونا خرج من الحبس يعني خرج من السجن قررت أنني انتاقب منه يعني هذه الساعة في دخل السجن كانت عدد 12 عام على المكاك أزيد عليها 7 سنين يعني ذلك 19 عام 20 عام على المكاك وكان تبارك الله هذا المراد الشخص اللي وفاري الطول وعامر تبارك الله وكبر الغياق صعب يقرر أنه ينهي له الحياة سمر عليه سمر عليه اللي عرفه سكران وذي ما سكران يومين سكران دي ما ما كينش في العالم مشا بش يبقى حاضي 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 اللي احتبال له هو ذلك ذلك اسماعيل أعرف مراد طبيعي الآن يوقف عليهم قل لي مالك مراد قل لي بدي أبو نصفها لدخوني بتاع ما عندك الدخل في هذه القادية أنا غادي نصفها لي عندي حساب ما قل لي نعشي طعام المراد وهذا ليس فعيل وغيرت خرج على راسك وعالحياتك مشكلة يبقى لأنه عارف البلانة الخطوب واقع لها مشكلة مع مع هذا العيان هذا ما تسوق لي مراد وجب الجنوية ويعطيه طف 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 الأخر من اللي شايف ويضربوا بذلك الطريقة هرب سلت قال من اللي غاديجي ويعرفوها قتله وانكت معه وكاده وقضي نشبت انايا هي فجحرب السبتة وخل الله ويقتل فيه من اللي قتله زياد رجع في حالته من وراها عرف بأن البوليس يقلبوا اسماعيل واسماعيل رافيه السبتة هنا يقال صعافته ويجيب لي أخبار هذا مراد مراد تقدم العدالة بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار الترصد وتحكمة 30 عام دي الحبس بينما اسماعيل ما ليتش عاجة موين بخرج براء هذا زوج انتصار اللي هو عربيه تحكمة 7 سنين دي الحبس كما قلنا لأنها محاولة قتل وهذه النهاية الحلقة دي اليوم نتمنى أن تنال الريضة ديلكم والله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف على دعم ديلكم لا متنعي البنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته